الحمد لله السميع العليم من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي فاطمة فاطمة بنت محمد بن عبد الله نبي الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي فاطمة التي قال عنها أبوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني فاطمة هذه هي عنوان الإسلام كله فاطمة هي التي صنعت بمواقفها بخطبها بعباداتها بأحاديثها المرحلة الأساسية في حركة الإسلام في دعوة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي فاطمة لأنها فاطمة لأنها سميت بهذا الإسم باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد فطمها وفاطمة ولدها وفاطمة من يكون من شيعتها فطمهم جميعا من نار جهنم ففي الإسم أيضا هناك إشراقات ودلالات لا بد لنا أن نتوقف عندها في ذكرى استشهادها الأليم كي نستلهم الدروس والمواقف التي لا بد لنا أن نتأسي فيها بفاطمة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها هي المرأة التي اختزنت فيها معاني الإسلام ومعاني الفضيلة ومعاني الأخلاق الكريمة وكل المعاني التي تحتاجها البشرية للنهوض للعزة للكرامة وما تحتاجه الأسرة في القيم التربوية والمبادئ التي تنطلق منها في التأسيس لنشئ صالح يقود المجتمع إلى الخير فاطمة الزهراء هي الكتاب الذي لا بد لنا أن نقرأه من أوله إلى آخره هي سيدة نساء العالمين المرأة الاستثنائية التي من أجلها خلق محمد بن عبد الله وخلق علي بن أبي طالب ومن أجلها كان الإسلام لأنها هي التي ربطت بين الإمامة وبين النبوة هي التي تكون الحلقة الموصلة للإمامة بالنبوة من هنا فهي محور الإسلام المحمدي العلوي الذي هو صراط الله المستقيم فمن دون فاطمة لا يمكننا أن نعرف هذا الصراط لا يمكننا أن نسلك الصراط المستقيم من دون فاطمة فاطمة في شخصيتها النورانية وفي صفاتها الربانية هي التي تصنع لنا العز والمجد والتقدم والسعادة وفي هداها نحتدي إلى معاني السلام والمحبة والحكمة هذه المرأة لا يشبهها أي أحد من الرجال ومن النساء هي سيدة نساء العالمين هي صديقة الإسلام هي كل تلك الألقاب التي أعطاها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقابها وإسمها لها دلالات ومعاني لم يكن ذلك من الفراغ حتى الكنية التي كناها أبوها به فقال لها فاطمة أم أبيها هذه الكنية تختزن الكثير من المعاني والدلالات في الرحمة في العطف في المحبة في الحنان وهكذا كانت فاطمة الزهراء في علاقتها مع أبيها رغم كل الظروف التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وفي المدينة وكل تلك الآلام التي تحملها رسول الله في بداية دعوته كانت فاطمة هي البلسم كانت فاطمة هي الأم الحنونة لأبيها اللهم صلي على محمد وآل محمد واجعلنا يا رب ممن يكتسب محبتها ورضاها ويستحق بذلك شفاعتها في الآخرة أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته